فيما تستعد مصر وإثيوبيا وسودان لجولة مفاوضات جديدة بشأن صد النهضة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم أدي سبابا في مشاريعها التنموية لكن ليس على حساب نصيب مصر من المياه وشدد على رفض أي حل عسكري للأسماع نتابع لتعامل عمل عسكري أو كلام هذا القبيل إحنا بنتفاوض ودي معركة التفاوض دي معركة هتطول لأن هي مش ومش هنمدى على حاجة مش هقل لنا المصلحة المصلحة اللي هي بتقول إن إحنا كلنا نبقى مستفدين وضرر اللي موجود يبقى ضرر مقبول علينا كلنا ده الحكاية اللي إحنا مشين فيها نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ بهاء محمود أستاذ بهاء أهلا بك معنا في غرفة الأخبار من السكاينيوز عربية استمعت معنا إلى كلمة الرئيس السيسي يستبعد فيها الحل العسكري لهذه الأزمة أزمة سد النهضة لكن هل يمكن بناء الجولة الجديدة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة على هذه القاعدة التي تؤكد على ضرورة إيجاد حل سلمي لأزمة سد النهضة؟ في حقيقة الأمر أنا أعتقد مسألة تعويل على عدم وجود حل العسكري في هذه المفاوضات ليست الأزمة الحقيقية الأزمة الحقيقية هو مسألة عدم رضوخ سيوبيا لأي التزامات حقيقية سواء المفاوضات داخل أفريقيا أو حتى جولة مجلس الأمن أو أي جولة أخرى وبالتالي تعلم جدا أسيوبيا أنها ليس هناك حل العسكري حقيقي وبالتالي ترغب دائما في المماطلة وترغب أيضا في التعنت وترغب أيضا في عدم الوضوح في حسم المسألة هي داخل الغرف المغلقة تقول كلام وتتحدث عن إيجابية ورغم أنها لا تعدي أي مؤشر حقيقي على أي التزام ولكن فيه أمام الخطاب العام داخل أسيوبيا وعلى مواقع التواصل في أكثر من مسؤولية تحدث عن امتلاك نهر النيل تحدث عنه أصبح بحيرة أسيوبية وكل هذا الكلام نسي يعكس تماما كل جهود الدولية والإقليمية في حل أزمة سادة النظر وبالتالي أستاذ بهاء نتساءل لماذا هذا التمسك المصري بالمخرج السياسي لهذه الأزمة وكأن الجانب المصري يعول على تطور ما سيحدث خلال الجولات الجديدة لعدة أسباب السبب الأول في وجهة نظري أن مصر ليست دولة معتدية ولا تريد في الأصل أن يكون هناك أي حل عسكري سواء خاص بالأزمة السادات أو أي أزمة أخرى مصر تود التنمية للجميع التنمية لجيرانها وأشقها في الأفارقة والعرب وغيره وبالتالي مسألة أن يكون هناك حرب تجعل القارة تعود إلى ما قبل عصر الاحتلال الغربي وبالتالي أن تكون مصر هي الدولة الممتدة عسكريا أمر غير مطلوب في الدراسة السياسية المصرية وغير مطلوب تماما حاليا وفي المستقبل في اعتقادي الجانب الآخر أن حتى رغم تعنط الجانب الأسيوبي ومواطلته لكن حتى أمامنا رسميا ووقعيا حوالي عامين حتى يكون انتهاء الملء النهائي للساد وبالتالي هناك فرصة ليس بالطبيعة الحال العامين كلهم لكن على الأقل هناك فرصة أن يكون هناك وقت كافي لمحاولة لاتخاذ كل السبل وكل طرق السلمية وكل محاولة للتصعير الدولي والإقليمي والعربي حتى نكون حقيقيين أمام هذه التطورات لم يقتصر الموضوع على تعنط ومماطلة الجانب الأسيوبي إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء نعرف تماما أن مرحلة ملء السد الأولى قد تمت خلال الفترة الماضية والكل متمسك بالمفاوضات وبالحلول السلمية بين الأطراف ألا يشكل باعتقادك اتخاذ أثيوبيا هذا القرار وحدي الجانب بما يخص ملء السد في المرحلة الأولى عثرة في مجرأ المفاوضات الجديدة أيضا؟ أكيد لكن هناك أكثر من أكثر مسألة في هذه النقطة المسألة الأولى أن هناك توطرات حقيقية داخل الأرض الأسيوبيا هناك أزمة سياسية في الحكم ومظاهرات كثيرة من حين لآخر وأزمات عرقية وبالتالي كان دائما هناك خطاب شعبوي يرواجه أي رئيس وزراء داخل الأسيوبيا باعتبارة سد وحلم الأسيوبيين وحلم التنمية ومن ثم كان يجب من وجهة نظرهم أو وجهة أي مسؤول سياسي على أقل ملء السد الملء الأول أو بالحجم المعروف حاليا حتى لو كان هناك تسويف أو تجذيب لأنه تم ملءه وليست مسألة أمطار كل هذا الأمر مفهوم ومقروض لكن أن مصر تتراجع عن المفاوضات هذا أمر غير مطروح لأنها ترى أنه يجب استثمار كل المفاوضات وستثمار كل الخطوات وستثمار كل الجهود حتى لا تكون هناك أي لائمة أو أي ضرر على مصر بالنحة انسحابها من المفاوضات في وقت ما وبالتالي ما زال لدينا وقت كافي حتى نستطيع اتخاذ إجراء مثلا مثل التصعيد آخر الانسحاب من المفاوضات البحث في حول أخرى هناك أمل في هذه الجولة الجديدة حتى أن وزير الرئي السوداني أستاذ بهاء كان قد قال أنه اقترحنا جدولا محددا لهذه الجولة من المفاوضات يشمل الأسبوعين واقترحنا أيضا إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين الأطراف هل يمكن القول أستاذ بهاء هنا بأنه لا تزال هناك مشكلة أساسية في الأمور اللوجستية عندما نتحدث وزير الرئي السوداني يتوقف عند مسألة الجداول ومسألة البروتوكولات لتبادل الأراء نرى وكأنه حتى في المسائل اللوجستية هناك أمر ما لم يتم حله بعد نعم لأنه الموقف السوداني إلى حد ما من قبل سقوط حكومة البشير وحتى الآن هناك تزبزب إلى حد ما في رؤيتها للملف صد الناطة واعتقاد بعض البسؤولين داخل السودان أن السد لن يؤثر على حياة السودانيين وأن السودان شقيقة لأسيوبيا وأقرب لها من مصر هذا الخطاب يروج له داخل السودان لكن الفترة الأخيرة درى أنه عندما تم ملء السد وتعرضت بعض المحطات المياه داخل السودان لضرر واضح وتوقفت الحياة بصورة واضحة في السودان يبدو هذا مؤشر إيجابي لصالح مصر في عملية قراءة السودان للوضع بصورة واقعية وحقية بعيدا عن هذا الخطاب الغير منطقي في التوافق مع أسيوبيا وبالتالي يبدو أن هناك حركة نسبية في تغيير موقف سودان وقراءتها لملف صد النهر الأزمة كانت طول الوقت في موقف سودان أنه كان يجب أن تنحزن موقف مصر لأنه موقف في صالحها وليس موقف عربي أو ليس موقف في عدم مراعاة المصرحة السودان لكن السودان إلى حد ما لم تكن تدرك ذلك الآن هي أمام خطر حقيقي عندما تنقص مخزون المحطة المياه عندما تضررت فعليا وضح لها ما الحل وأي الأطراف لك أن تبقى معه أطراف الأسيوبي المتعنت أم أطراف بمصر لديها حقوق طريقية ووقعية على أرض وقعية شكرا جزيلا لمشاركة البحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بهاء محمود من القاهرة